اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بالمتابعين والمشتركين الفيديو ده مخصص للتوقعات وخصوصا لسيدة التوقعات ليل عبداللطيف كنا منزلين اجزاء قبل كده منتكلم فيه عن توقعاتها لبعض الدول العربية ووعدناكم ان احنا ان شاء الله كل جزء نتكلم شوية عن بعض الدول الجزء ده هنتكلم فيه عن دولتين وكمان متفرقات مهمة لبعض الدول العربية والاجنبية لكن قبل ما نبدأ بفكر الناس الجديدة معنا تشترك في القناة تفعل الجرس وقالت يا جمال اعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس اول دولة معنا هي دولة الكويت وليل عبداللطيف قالت ان الكويت هتكون على ابواب مرحلة همه وبارزة وده بسبب حدوث انتخابات مجلس امه جديدة زي ما هي توقعت ان شاء الله هيحصل وده التوقعات دي تقالت قبل قبل اللي بيحصل دلوقتي من القرارات المصرية في دولة الكويت بحوالي شهر تقريبا وحصول كمان تغييرات كبيرة وغير مسبوقة كمان هتتم تشكيل حكومة جديدة وده بالفعل حصل من كام يوم الحكومة رقصها ابن الامير وهنا سنرى الشيخ نوافل احمد الصباح بيعلن عن قرار وطني لانعاش الديمقراطية لكي تصبح الكويت بلد ديمقراطي وسنجد الحكومة الكويتية بتتخذ اجراءات لازمة واعلان الحرب على كل انواع واشكال الفساد وقالت كمان ارى مبادرة شخصية تحمل توقيع امير دولة الكويت لاصدار قرار عفو عن السجناء في الكويت وقرار خاص بدفع بعض الديون لبعض المواطنين الكويتيين العاجزون عن دفع ديونهم وكمان ايلا شايفة ان دولة الكويت ستزدهر وتلمع اقتصاديا وتدعم الاستقرار الامني والسياسي ولكن لا يخلو الامر من بعض الكوارث او الظواهر الطبعية القاسية في بعض الاحيان اما عن الامارات قالت سنرى وفود دبلوماسية ورسمية من دول الخليج وخاصة من الامارات تزوء سوريا تحضيرا للمرحلة القادمة التي ارى فيها الشيخ محمد بن زايد يزور فيها شخصيا سوريا والى القصر الرئاسي السوري وشايفة كمان الامارات وقطر معنا على محطة واحدة وده بسبب حدث بارز وعالمي ومهم وللأسف سوف تحدث زلازل على بعض الدول العربية والخليجية والمواطنين او الناس هيحسوا بالزلازل دي يعني هتكون قوية شوية لكن مش لدرجة هتعمل كوارث كبيرة اما بالنسبة للمتفرقات سوف تفقد مدينة هوليوود الامريكية عدة وجوه فنية برزة وهتكون في زمة الله وهنقول للممثل سالفستر ستالوني وارنولد ونيكولاس كيتج دول من اكبر ممثلين الامريكان ان هم ينتبهوا على انفسهم وخصوصا من فيروس كورونا خلال المرحلة القادمة بالنسبة كمان لبعض المتفرقات الاخرى ارى الاسف الشديد موجة من الحزن الشديد تلف اجواء الطائفة الدرزية الكريمة وبعد مناطق اللبنانية هتكون في حالة من الدهشة والبلبلة والقلق حادث امني يهز احد المناطق اللبنانية وتثير دجة عرمة وخدة امنية وسعة والانظار والاعلام على البطرق الراعي لحد سن ما وهنا اتمنى من البطرق ان يهتم بصحته وسوف تتجه الانظار والاعلام على السيدة هيلاري كلينتون بسبب حدث مؤسف ايه هو الله اعلم بالنسبة كمان للبنان تاني مبنى تلفزيون الوتي في هيكون محطة انظار خلال المرحلة اللي جاية وهنشوف جمع من الناس قدام الوتي في وهم في حالة غضب انقطاع الغاز والكهرباء على بعض دول ومدن اوروبا خلال المرحلة القادمة هتسبب حالات من الفوضى والقلق سلاح روسي شديد ومتطور هيظهر فجأة الى العلن وسوف يثير الدهشة والقلق وخاصة في اوروبا وامريكا وسنشهد عمل ارهابي واجرامي في احدى استوديهات التصوير المشهورة وسنرى الفوضى طعم المكان روسيا ستعلن الافراج عن بعض الاسرة الاوكرانيين والرئيس بوتين هيتخذ هذا القرار فجأة وهيرحب بهذا القرار العالم واوروبا ستشهد الاجواء الاسرائيلية خدة امنية وعسكرية بارزة تحمل معها كمان رشقات صاروخية رشقات صاروخية على الداخل الاسرائيلي وايران تتأهب وتستعد وتواكب الحدث هل الرشقات الصاروخية دي من غزة ولا هتكون من ايران لان ايه علاقة ان ايران تتأهب وتستعد وتواكب الحدث يعني معنى كده ان فيه ضربة قادمة من دولة ايران الحقيقة اللي بيحصل الايام دي طبعا على اهل غزة تعزينا للشهداء ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين ونتمنى زي ما العالم مهتم جدا بقضية اوكرانيا او تايوان او اين كان ما ينسوش اهل فلسطين واللي بيحصل في فلسطين ان دي جرائم حرب وبرضو قالت لالة عبداللطيف لبنان السياسي ارى يعود الى الساحة العربية ومن عدة ابواب عربية واوروبية وهنا ارى لبنان يتعافى سياسيا من الجديد وبقوة الاقتصاد الاسترالي سوف يلمع وينتعش خلال المرحلة اللي جاية وكسافة طلبات الهجرة لاستراليا من دول اوروبا خصوصا هتكون لفتة جدا ظاهرة القتل والجرائم عن طريق ارتداء القناع هتنتشر حول العالم وخاصة في اوروبا وهتصبح معروفة باسم جرائم المقنع وهنشوفها في عدة اماكن وبطرق مختلفة ولكن الهدف الوحيد هو السرقة والاتل وسوف يشهد او سوف تشهد المرحلة المقبلة تقارب كندي سعودي غير مسبوء وهنشوف وفد دبلوماسي كندي رفيع المستوى بينزل للسعودية لحدث مهم ازمة الغاز والنفط في لبنان هتشهد انفراجات وحلول وهتتحل وهنشوف الموضوع اكتر في منتصف عام 2023 ارى ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدد والاسرائيلي هتكون في طريقها الى الاتفاق والتوقيع وذلك خلال الاشهر القادمة دي كانت اخر الاحداث واخر التطورات اللي قالت رائل عبداللطيف ولسه في جزء تاني هنتكلم فيه عن توقعات تانية شكرا لحضراتكم اتمنى الفيديو يكون عجبكم ما ينسوش الاشتراك وتفعيل الجرس ويا ريت نعمل لايك واشتير للفيديو لو عجبكم عشان يوصل لكل الناس اشتركوا في القناة